اعلان الحكومة المصرية مؤخرا عن تقفيد سعر الجنيه مقابل الدولار مرتين خلال ايام قليلة ينذر بزيادات في اسعار الكثير من السلع الخدمات ما يخشى معه زيادة الاعباء المعيشية الازمة بدأت منذ عدة اشهر بعد تحديد البنك المركزي لسقف الايداعات في الحسابات البنكية بالعملة الاجنبية بعشرة الاف دولار يوميا وبحد الاقصى خمسين الف دولار شهريا وقصر عمليات تدبير العملة على صفقات السلع الغذائية والوقود والدواء فقط هذه الاجراءات نجحت في تقليص حجم تجارة العملة في السوق الموازي لكنها تسببت في توقف العديد من المشروعات الصناعية التي تعتمد على العملة الاجنبية في استيراد اعتياجاتها لحل هذه الازمة الدولة تاخد مصري من الشركات وتوفر هي الدولار وتقوم بعمل التحويل بالتالي احنا مش هنتعامل مع السقصة هنتعامل مع البنك فالازمة بالتالي الدولار سعره هيئلة وبينما تتفاعل ازمة الدولار اعلنت الاجهزة الامنية مؤخرا عن ضبط اثنين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين احدهما رجل الاعمال المعروف حسن مالك على خلفية التهمات بجمع العملات الاجنبية وتهري بها للخارج عبر عدد من شركات السرافة المملوكة لأعضاء بالجماعة وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات التي لا تزال جارية في الوقت الذاتية اشارت بصادر حكومية باصابع الاتهام الى العديد من شركات السرافة بالتسبب في تفاقم الازمة فيه 14 شركة متحفزة عليها انا مش عايزة اقول انا ما بدفعش عن فيه او ما فيش ولكن ده دور الاجهزة الرقابية والاجهزة المسؤولة هي اللي تقدر تقول مين اخوان مين مش اخوان واعتقد ان ده بيتم بناء عن تحريات وادلة سبتة عندهم ولا ضوء بياخد القرارات احتياطيات العملات الاجنبية تراجع بعد ثورة يناير وتسببت الاضطرابات الامنية التي عقبتها في تراجع معدلات السياحة الوافدة احد اهم مصادر النقد الاجنبي ما دفع الحكومة الى السعي للاقتراض من المؤسسات الدولية لتعويض العجز من هذه العملات بحسب الخبراء فان الاجراءات التي قررتها الحكومة المصرية قد تكون قد نجحت في تقليص حجم التجارة غير الشرعية للدولار لكنها في الوقت ذاته ساهمت في احداث حالة من التباطل الاقتصادي بسبب عدم قدرة الحكومة على توفير النقد الاجنبي اللازم لتمويل صفقات الاسترادية للعديد من المستثمرين محمد صلاح زهار سكاي نيوز عربية القاهرة